السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت في مشهد مهيب يلفه الحزن شيع عشرة الألاف من أبناء السعودية شهداء التفجير التكفيري الإرهابي الداعشي بمسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقرية القديحة بالقطيفة وارتفعت جثأ من الشهداء يتقدمهم الشهيد حيدر ذو خمسة الأعوام وهو مشهد حمل في معانيه روح الإباء ورفض الإنجرار لمحاولة إشعال نار الفتنة التي يسعى التكفيريون لإيقادها كما يحمل معنى الوقوف صفا واحدا لمنع المحاولات الإرهابية لنشرها وإحداث شرخ بين أبناء الوطن الواحد وهي الفتنة التي لا تعرف نارها طفلا ولا شيخا ولا مذهبا ودينا إنما تأكل الأخضر واليابس ما لما تواجه بالحكمة والحزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر